السلام عليكم و مرحبا بكم من جديد في قناتكم أفاء التي كتبت عرض عقارية مختلفة منها الشوقاق الفيلات و الفيرمات أعطيكم فكرة على كل ما هو جديد في المعجر فيما يخص لفينيسيون الدكور الموضة للأبواب و زيد و زيد و نقربكم السوق لكي تعرفوا الأتمين في الواسطين و ماذا هناك ارتفاع الخفاض و ماذا هناك استقرار في الأتمين معكم طارق نقوم بالوصف من هذه العقارات ما نتمنى هو أننا نكون لدينا الحسن لديكم الطالب الأول هو التقطع الزر الإعجاب الطالب الثاني هو التقطع الزر الإعجاب لكي تحفظوه و دفعونا نجلبكم كل ما كان في السوق من العقارات على بركة الله ما الذي نشاهده الميزة رقم واحد هي المساحة الكبيرة و الواجهتين كيف حالك؟ المساحة أول شيء هناك الجزء المساحة 119 و 101 بالنسبة لل 19 لا تزالن لا تقوم بها لا تقوم بيهل الطوابق و بالنسبة لل 21 لا تقوم بها لطابق واحد وهو طابق الرابع نحن بحل بحل نفس الشقاق الذي نشاهده بحل بحل غير اختلاف بسيطة في كلها الحاجة الثانية هي ان هذا الشقاق تمتاز بالواجهة المتقابلات واجهة جنوبية تكون شمشة وواجهة شمالية تكون تشمش في الصباح بالنسبة للواجهة الجنوبية تكون لها الصالون وغرفة النوم التي فيها الحمام وعندها واحد اللافوة التي هي غير محدودة الناس الذين يريدون أن تعرف الموقع والمدينة نحن نحن نعلم كناس والموقع بالنسبة للأناسي واحد من المقناس تتأكين أنسي واحد تجوش تلعتها وربما في المستقبل يكونوا أرقام أخرى الثامن من هذا العقار الذي تشاهدون هذا العقار الفخم والفاخر هو ابتداء من 760 ألف درام نحن 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 إلى 76 مليون أو تبدأ الجنوبية نحن 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 بشكل مضوع فهم جدًا لكن هذه الأتمنة فهنا هي الأتمنة المقاول لقمية الأول فالأنشاء تكون مهمة وأنشاء المقاولة لأنشاء المقاولة ونحن نتخل بك الشقة هي الملكية المشاركة فاذا هضرت دباعات على المساحة 119 و 121 لأنها نظرة على المساحة التي هي في الأوراق. لكن فاذا نظرة على المساحة إجمالية في البالكونة وفي الحيوط كل ما هو في الشقة ومسواري وملكية المشاركة تقريبا على المساحة 132 أو 134 متر ما هي الأجزاء المشاركة؟ لديك الحق لكي تدخل السيارة لديك المرأة للسيارات هذه الملكية المشاركة الاستعمال المساحة ملكية المشاركة دار فين كي يكون الإساس أو التدار في السندق أو المساعدة في البيغة المشاركة وملكية المشاركة وعندك الحق في الستغلال السطح والواجهتين فالأمارة هذه كلهم تكون ملكية المشاركة مبين الناس كاملين. هذه العمارة تتوفر على مزعاد، مرآب، سطاح ودر من الأساس. هذه مقربة من المرافق التي نحتاجها في الحياة العامة. وخاصة بالذكر وخاصة بالذكر هي سوبرمارشد المرجانس، سوبرمارشد الأتاق الثاو، الجامعة الأناس. موقعها جدا ممتازة. بالنسبة للأفعال، نحن الوكال العقارية من الجيل الجديد للوكالات العقارية. نحاول مع أمكان نطور الفكرة للوكال العقارية ونبسط طريقة للشراع والاقتناء العقار عن طريق المسايرة الميدانية وعن طريق المسايرة الإدارية. بما معنى الأوراق والنقطاع وإذا كانت تكلفوا مع الناس أننا نمشوا معهم لكي يقوموا بالعمل للشراء العقار في دورهم التي تكون هي مناسبة ودورهم التي تكون هي جدية ومريحة. لدينة اذا أريد مثلا شخص يريد أن تكون قصة عقار من الأصدقاء والأقارب كذلك. أمتم أعزائي المشاهدين نحن قرأي الإشارة ممكن أن تكلفوا بالبيع العقار دي لكم نجيب مثلا الزيارة دي لنا ميدانية لعندكم مثلا الشوقة والفيلة والفيرمة دي لكم أينما كانت ونحن قرأي الإشارة بأجل تقديم الخدمات دي لنا وبالنسبة للأتمنى دي الخدمة دي للفائل رأى أتمنى لجد جد ملافصة في الصوق نحن قاسم السالون قدامه صجور وغرفة الوالدين بالحمام والبلاكار مطبخ جيد ووجود الغرفة ومن نوع الكبير وفي المساحة 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 رجاليا ستفوت كما حدرنا ماشي 119 ستفوت إلى 134 أو 132 متر مربع كإجمار هذا ما لا يمكن أن تكون في قطعة أرضية الـ 119 وتبقى الـ 119 ومن المساحة 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 من المساحة المساحة وصلت إلى الختام من الشرح والوصف هذه الأعقار ومن أرى الإعجاب لكم هناك أعروض أخرى عند أفعال إذا لا تنسوا لكم بالتغطيق الـ 0 للشراك والإعجاب بالعقارات التي قمت بها نقول لكم إلى اللقاء وفي العقار وفي وصف مقبض إن شاء الله بحول الله اشتركوا في القناة